بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي التلاميذ مرحبا بكم في فيديو جديد فيديو اليوم سيكون مشوق لأنه سيحمل الإجراءات والمساطير تنظيم تحل وطني لنيل شهادة البكالوري دولة 2020 إذن قبل ما نبدأ في الفيديو ندخله في التفاصيل المهمة والمشوقة لا تنسوا لايك والبخطاج والاشتراك في القناة إذن نبدأ على بركة الله في أهم هات الإجراءات كلكم تشوقين ومبغيين تعرفوا كيفاش غاديدوز الامتحان ديال البكالوريا ديال هاد العام كلكم بغين تعرفوا كيفاش غاديدوز امتحان واش في القاعات ولا في المركبات الرياضية إذن على بركة الله غاديدو هات الإجراءات وأهمها أن الفضاءات التي تجرى فيها الامتحانات فهي فضاءات ليندلمدرسة الليسيات الإعدادية مدرسة عادية لا مركبات ثقافية لا مركبات رياضية بالنسبة لعدد المترشيحين سيكون محصور في عشرات المترشيحين في كل قاعة المتدخلين سيلتزمون بجموعة الشرط الصحية سيكون صرامة في تطبيق هذه الشرط الصحية التي تنص عليها منظمة الصحة العالمية ومنظمة حماية الطفولة العالمية سيطبقها من بينها ارتداء الكمامات ارتداء القفاظ بصفة مستمرة وتعقيم اليدين عندها بداية وخلال الانتهاء من كل فترة من العمل وانتها جاية سيتمشي لإنتحان البكالوريا اذا سيتمشي سيتمشي أولا لا تدي معك البرتابل سيكون نقاط المراقبة قبل أن تدخل لها سيكون على الأقل جد من نقاط المراقبة وتفتيش قدام كل مؤسسة سيقلبوا وش عندك التليفون وش عندك الكمامة سيشوفوا إذا عندك تليفون رايح يدولك مئة في المئة وكما تدخل لك المتحان يقدر يدولك عقوبات المهمة الأحسن لا تديش معك التليفون في جميع الأحوال ثم إذا كانت عندك كمامة مزيانة سيخليك سيكون إذا لم تكن عندك كمامة والكمامة اللي يجيب معك في حالة يعني يرتالها غادي يعطوك كمامة جديدة وغادي تدخل اللي يسي بالنسبة للدخول ماشي كتجيوك تدخل غير هكذاك ولكن الدخول كيكون في ساعة قبل إجراء الامتحانات وديك الساعة كتقسم ثلاثة الفترات كل فترة بيناتها خمستاشر دقيقة بمعنى كل فوج كيدخل بينات كل فوج كيكون خمستاشر دقيقة علاش؟ باش يعبروا الحرارة وما يكون التجمور ديال تلامت قدام مؤسسة بالنسبة للتجمور يعني من الأحسن كتشوف شي صديق ديال كل شي واحد توحشتيش حال دا ما شفتي بلا ما تباشي تسلم عليه يعني الأهم شي كتبازي عليه الوزارة هو يعني عدم تجمور التلاميذ أمام المؤسسات وغايد يدروا لباريير كل واحد غايد يدخل وغايد تحترم مسافة الأمان بمعنى كل واحد بينه بين المترشح الآخر على الأقل واحد مترو بينه وبينه من اللي غايد يدخل أول شي غايد يديروا متدخيلين غادي عبروا ريال الحرارة غايد يشوفوا الحرارة دياله واش نغمال غادي تدخل من بعد غايد تتبع الإرشاء دا كله علامة تشوير يعني مباشرة غايد تكون عارف إينا قاعد لاش غادي تمشي غادي تمشي غايد تدخلها مباشرة يعني ما أشبقى تدور من هنا ومن هنا ولا تلقي مع أصحابك ثم غادي تدخل مباشرة أيضا غادي تدخل مباشرة غادي تدخل مباشرة غادي تقلس غادي اعطوك تعقمي ديك ومن بعد غادي تخرج الكارت ناشونال زائد الاستدعاء ديالباكرة غادي تحطوه قدامك غادي يجي المتدخل إحتهما يمن يدخلوا القاعة ضروري إحتهما غادي عقموا الديوم غادي يلبسوا ليغان غادي يدروا الكمامات وغادي يدروا الأقنعة الشفافة هادي ضرورية خلال إجراء كل امتيحان غادي فرقوا عليكم الأوراق غادي تدوزوا امتيحان نغمال من بعد غادي تدوز امتيحان تسالي لفترة ديالك تدقى تحط الورقة ديالك ما يسالي الوقت تحط الورقة ديالك تسنف الورقة ديال المحضر وكترجع البلاستيك دونك ما كيناش الاستراحة ما كيناش الاستراحة بين امتيحال و امتيحال الآخر بمعنى أنت غادي تدوز مادة وغا تسنب إجدوز مادة أوخرى فانت غا تجلس في المقعد ديالك فانتظار تمر ديك الفترة إذا كانت 10 دقائق أو 20 دقيقة أو ربع ساعة باقي لا تحدد الزمن ستبقى قلس في المقاعد لك في انتظار الامتيح الاخر لذلك الناس الذين يأتيوا من العطش لا تنسوا لتجيبوا معكم لتجيبوا معكم من بعد ستكمل الامتيح الان ستسنر فترة الامتيح الان ستكمل الامتيح الان الموالي سيكون تسالي فانت تسارف بكل الريحية حاجة مهمة جدا ان الوزارة في هذا الملحق فهي تتأكد بانه ما كانش تبادل الادوات بمعنى كل واحد ملزم باش انه يجيب الادوات دياله او استاد الله بغيت البلانكو بغيت ما يستعرض كل واحد ملزم باش انه يجيب الادوات دياله ممنوع التبادل خاصة البلانكو ما عندك ما يديلك المتدخين اللي ما عندهم ما يديرو لك بغيت البلاني راسك بغيت البل راسك من الاحسن كل واحد يمشي يشوف الادوات اللي غادي يخصوه يكون متأكد قبل ما يخرج من الدار انه عنده جميع الادوات اللي غادي يخصوه في اجراء ذلك المتحان ذلك النهار نتمنى اني فتكم بهذا المعلومات و باش دوزوا المتحان ديالكم في احسن الظروف و من الاحسن يعني من الاحسن يعني بعدو على سترس كوشي غيكون نورمال غي دوز كل شي مزيان نتمنى لكم التوفيق و الى الفيديو المقبل ان شاء الله اشتركوا في القناة